السعودية تودع عبد الله الصريخ أحد رواد الفن الشعبي امتدت مسيرة الصريخ لأكثر من أربعين عاما تميز فيها بأنه أنتج الغناء على مقام الصبع بعد مسيرة أربعون عاما ودعت الساحة الغنائية الشعبية في السعودية صباح الجمعة الفنان الشعبي عبد الله الصريخ أحد أشهر الفنانين الشعبيين وأحد رواد الأغنية في الجيل القديم وذلك بعد معاناته مع المرض الباحث والناقد الفني محمد اسلام قال انتقل إلى رحمة الله فنان عنيزة الكبير عبد الله الصريخ عن عمر الناهزة الثمانية وستون عاما بعد معاناته مع المرض فقد امتدت مسيرة الصريخ لأكثر من أربعون عاما تميز فيها بأنه أنتج غناء جل أغانيه على مقام الصبع الفنان الصريخ بدأ مشواره على مسارح نواد النجمة العربية بهنيزة عام 1974 ومثل السعودية في أكثر من محفل داخلي وخارجي وكان خير سفير للأغنية السعودية النجدية قن الصريخ من كلمات شقيقته موضي الصريخ بعنوان يا ليت منه مع الطيار بطريقة الدويتو مع الفنان الكبير الراحل حمد الطيار وقد تم تسجيلها بالقاهرة ومن أشهر ما غنى يا بقايا الأمس التي أخذت شهرة واسعة لسنوات عديدة يذكر أن الصريخ بدأ شغفه بالموسيقى منذ الصغر فتعلم العزف على عدة آلات برفقة أصدقائه واتجه إلى الفن الشعبي بشكل رسمي سنة 1974 عبرة مكنه من آداء مقام الصبع عندما كان شابا يافعا مما مكنه من إحياء العديد من الحفلات والجلسات الشعبية في عنيزة وغيرها وفي سنة 1976 شارك في تقديم أغنية وطنية للتليفزيون السعودي بعنوان يا ربا الفيحة بمناسبة عودة الملك خالد سنة 1977 اتجه إلى الكويت لتسجيل أغانيه هناك حيث سجل شريطا كاملا قبل أن يرحل إلى القاهرة حيث كان له أول تسجيل رسمي بقيادة الموسيقى رهاني مهنة وقام بتوزيع هذا العمل استوديو سمراء